مرحبا بكم مشاهدين الكرام في النشرة الجوية اللي قدمها لكم من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر إذن غضوها إن شاء الله رح نسجل أجواء مشميسة رح نسجل فقط بعد صحابات اللي حتكون بيدون فعالية على المناطق الغربية والوسطى في حين نسجل فقط تساقط بعض الأمطار بالمناطق الشرقية وهذا خلال صباحة يوم الغد نسأل الآن مشاهدين نشرتنا الجوية كالعادة بعرض صورة القمر الإصطناعي تضح نسحب عابرة على المناطق الشمالية والجنوبية للوطن فيما يخص حركة رياحة رياحة المناطق الساحلية رح تلحق سرعتها إلى 40 كم في الساعة دعا المناطق الساحلية الوسطى والغربية بالمناطق الداخلية رح تلحق إلى حوالي 20 كم في الساعة على المناطق الشرقية رح تلحق إلى 30 كم في الساعة مرد المحليا نرى الوضعية الجوية المرتقبة خلال صباحة يوم الغد في الفجر والصباحة سنسجل فقط بعض سحابات العبيرة التي ستكون بدون فعالية على المناطق الوسطى والغربية مع تشكل ضباب خفيف على المناطق الساحلية الغربية والوسطى بالمناطق الشرقية جوتانية ستكون مش ميسة لكن فقط سنسجل خلال صباحة بعض القطارات من الأمطار وهذا على المناطق الساحلية الشرقية للوطن بالجنوب الجوى رح تكون غيمة على المناطق الجنوبية للوطن هذا على منطقة الصورة كذلك على جنوب الغربي غرب السحراء أقصى الجنوب وكذلك بوسط السحراء تكون مرفقة ببعض الأمطار المحلية تبقى لشرقات تميز شمال السحراء مناطق الأطلس الصحراوي حتى على شرق السحراء مع بعض الزوابع رملية رح نسجلها على أغلب المناطق الجنوبية درجة الحرارة رح نسجلها غضوة صباح إن شاء الله رح تكون الحال برد خلال الصباح نسجل حوالي عشر درجات على جزائي العاصمة 12 درجة على عنابة ووهران في حدود 6 درجات على تلمسان ومعسكر درجتين فقط كأدنى مقياس نسجلها على البيض النعمة مشرية تيارة الجلفة سطيف قسنطينة وبتنة أربع درجات بالغواط نسجل حوالي 12 درجة على عين صالح إليزي جانت وتمنى 16 درجات على أدرار 8 درجات بيتين دوف وفي حدود 20 درجة بأقصى الجنوب على عين قزام غدوة لا شيء إن شاء الله لحر رح يكون شباب تانية على المناطق الغربية والوسطى والشرقية نسجل فقط بعض الصحابات اللي حتكون بدون فعالية مش حتطين أمطار مثل ما نشاهد في السورة بالجنوب نرتقي بتساقط بعض الأمطار المحلية نتيجة غيوم هذا على وسط الصحراء أقصى الجنوب وصولا إلى مرتفعة الأهقار والتسلي تبقى للجوار رح تكون من مشمسة إلى مغشات على أغلب المناطق الجنوبية مع تطير للرمال محليا درجة الحرارة نسجلها غدوة لا شيء إن شاء الله نحن تلحق إلى حوالي في حدود 20 درجة على الجزائر العاصمة 18 درجة على النبا وقل مواتيزي وزو 23 درجة على تلمسان ومعسك 24 درجة على وهران في حدود 16 درجة بالغوة 13 درجة على البيض نعامة مشرية كذلك على تيارة والجلفة بالجنوب نرتقي بحوالي 26 درجة على عين صالح وأدرار وتندو في حدود 24 درجة على إيليزي وجانة 20 درجة على غرديا وفي حدود 36 درجة بأقصى الجنوب الجزائري على بورج بجي مختار وعين قزم للصيادة والبحر قلكم أن البحر على السواحل الغربية والوساح يكون مضطارب وفقارية ستكون من جنوبية شرقية إلى شرقية تترح سرعتها من 20 حتى 30 كم في الساعة على السواحل الشرقية البحر تاني يكون مضطارب وفقارية ستكون جنوبية شرقية تترح سرعتها من 20 حتى 40 كم في الساعة قلكم فقط أن الرؤية على طول الشريطة الساحل ستكون حسنة أما ارتفاع الأموات جحي الحق إلى حوالي مترين قبل أن نختم نشطنا الجوية نتجه بكم اليوم إلى ولاية بشار التقص بها نهار الأربع إن شاء الله سيكون مشميس لكن نسجل فيها بعض السحب ستكون بدون فعالية يعني ما ستعطينا أمطار بينما يوم الخامس والجمعة الحالة سيكون شباب ومشميس درجة الحرارة الدنيا ستتراح بين 8 إلى 7 درجات أما القصوى ستلحق إلى حوالي 17 درجة وهذا معلشية نسبة الرطوبة فيها ستلحق إلى 80% أما سرعة رياحة ستلحق إلى حوالي 30 كم في الساعة غضوة شروق والغروب بالجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن شروق بالجزائر العاصمة سيكون في حدود الساعة السابعة أو 41 دقيقة أما الغروب سيكون في حدود الساعة الخامسة مساء و32 دقيقة كانت توقعات تقصي الغضوة إن شاء الله والعلم والمشيئة لله شكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء